توجهنا إلى الخبير الدستوري والوزير السابق سليم جريساتي وفي نيتنا استضاحه في شأن قانونية الكلام الذي يطرح بإيجاد مخرج لعدم وقوع سدة الرئاسة في الفراغ مع تعذر انتخاب سلف للرئيس ميشيل سليمان وذلك عبر بقاء سليمان في موقعه تحت صيغة تصريف الأعمال غيران جريساتي أراد البدء بموضوع مختلف فبعد كلامه الأسبوع الماضي لقناة الجديد الذي رد فيه على وزير العاد الأشرف ريفي كابحا حمست الوزير المعين حديثا للقبض على الإعلاميين كرمخيات ابراهيم الأمين عاد ريفي ورد على جريساتي معتبرا أن في كلام الأخير مغالطات وتسييسا قائلا أن التسييس المتعمد للأراء القانونية يعاقب عليه قانون المحكمة جريساتي رد على رد ريفي بصيغة المخاطب والعين بالعين تصريحي منه مجزأ ومنه مسيس والمحطة كانت أميني على نقل تصريحي ومقال تصريحي بدقة متناهية اتنين مع الوزير لم يجف حبر قلمك بعد عند توقيعك على مرسوم إنشاء أمانة سر مجلس القضاء الأعلى في لبنان هذا المرسوم تاريخه 24 نيسان ونشر في عدد الجريد الرسمي في أول أيار واعتبرت فيه أنه من مهام هذه الأمانة القيام بمكتب الإعلام لدى مجلس القضاء الأعلى واعتبرت أنه مكتب الإعلام بده يعمل وفقا لثلاث أسس أولا احترام سرية التحقيق اتنين احترام هيبة القضاء وتلاتي احترام حرية الإعلام يا مع الوزير ليش الكيل بمكيالين من مال أمانة سر أعلى سلطة قضائية في لبنان السلطة القضائية المستقلة دستورا في لبنان حرية الإعلام عنها هو الحد الفاصل بين وبين أي تجاوز بطالها وقت تجي تعليمات من المحكمة الدولية منشوف تراخي لا أحب أن أقول أنه ثمت تبعية انسيابية وفطرية لديك في كل ما يختص بالقضاء الأجنبي أو القضاء الرديف ولكن محط التأمل مع الوزير والنقطة الثالثة والأهم مع الوزير ما في داعي للتهديد المبطن بأن أصحاب الأراء القانونية المسيسة والمشتزقة يعاقبون أيضا بالغرامي وبالسجن أو بهتين العقوبتين معا هذا الكلام طبعا ما بتوجه لي وما بتوجه لي أمثالي وبدعيك هون مع الوزير زيادة في التفخيف بأن تقرأ قرار باراقواناس لإعتبره في تحقير للمحكمة ولأجاز انتقاد المحكمة سياسة تكمل أفوه معالي الوزير انتهت أنت معت رئيس ضابطة عدلية ولعت أنت أب روحي لقادة المحاور أنت اليوم وزير العدل في لبنان فيليق بك أن تسمو إلى هذا الموقع شكرا في قضية طرح تصريف الأعمال في رئاسة الجمهورية يؤكد جريساتي أن التصريف يجوز في حال الفراغ في السلطة أما بوجود حكومة فلا فراغ في السلطة بل شغور في موقع رئيس البلاد لا يصرف أعمال رئيس البلاد هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور وسائل قوانين الأمة وهو ساهر أيضا على سلامة الأراضي وعلى وحدة الشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالله عليك قل لي أين التصريف في كل ذلك وبالتالي لن يقدم رئيس الجمهورية على مثل هذه الهرتقات الدستورية وأنا أحازم بهذا الموضوع جريساتي أكد أن لا علاقة لبكيركي بهذه الطروح معتبرا أن اقتراحات كهذه تسيء إلى الموقع الأول في البلاد جاد غصن قناة الجديد تسيء إلى الموقع Rouge